ننتقل بالرادار إلى أبوظبي فقد استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس التركي رجب طي بردوغان لدى وصوله إلى العاصمة مستهلا زيارة رسمية لدولة الإمارات تستمر يومين وكان الرئيس التركي قد أكد بأن الحوار والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة مهمان للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها مضيفا في تغريدة له قبل زيارته إلى الإمارات بأنه لا يعتبر أمن واستقرار دول الخليج منفصلين عن أمن واستقرار تركيا ميسون خالد مراسلتنا في أبوظبي تابعت مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طي بردوغان من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تفضل ميسون نعم فضيلة إذن لعل كلمة السر في الصفحة الجديدة التي يفتحها البلدان تركيا ودولة الإمارات هي الحوار والتعاون هذا الحوار الذي أكد عليه الرئيس التركي قبل بدء زيارته التي ستستغرق يومين سواء إلى العاصمة أبوظبي أو حتى إلى إمارة دبي وهو التعاون أيضا الذي تتطلع إليه دولة الإمارات هي التي قام فيها ولي عهد أبوظبي بالزيارة بالفعل في نوفمبر الماضي إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي زيارة شهدت إعادة الزخم للعلاقة الموجودة بالأساس منذ بضعة عقود بين البلدين فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وحتى الاستراتيجي والجيوسياسي في هذه الأثناء تجري مباحثات خلف أبواب مغلقة في قصر الوطن في العاصمة الإماراتية بين الوفدين التركي والإماراتي حيث يتوقع أن تسفر عن الإعلان عن توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بما يرفع معدل التبادل التجاري أكثر بين البلدين وهو المعدل الذي تم رفعه بالفعل في النصف الأول من عام 2021 تسعى البلدان اليوم إلى مضاعفة هذا أو حجم هذا التبادل التجاري لا ننسى أن تركيا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات ودولة الإمارات بدورها تعد الشريك الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تجاريا بالنسبة لتركيا هناك صندوق استثمارات أيضا كان قد أعلن عنه خلال الأشهر القليلة الماضية من الطرف الإماراتي صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في تركيا نذكر أن الاستثمارات الإماراتية في تركيا كبيرة هناك أكثر من 400 شركة ذات رأس مال إماراتي في تركيا ويسعى الجانبان إلى زيادة هذه الاستثمارات في مجالات متعددة من بينها الصحة والطاقة والأمن والتكنولوجيا وغيرها وأيضا فضيلة يسعى الجانبان إلى دعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام وسيتطرقان كما ذكر الرئيس التركي أيضا إلى الأزمات حول العالم مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأمور التي من شأنها دعم الأمن في المنطقة شكرا لك ميسون خالد في أبوظبي اشتركوا في القناة هذا ويشمل التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا مجالات عدة من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين نتعرف إلى أبرزها في التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة